فإذا نرى أن الشيطان يكره كنيسة الرب بإفراط مثل ما ذكرت يريد أن يدمرها، يريد أن يتلفها، يريد أن يضعف شهادتها يريد أن يضعف تأثيرها في المجتمع والسؤال ليه؟ لماذا؟ أولا أحبائي لأن الكنيسة هي بالحقيقة صورة وإنعكاس لشخص الرب يسوع على الأرض كما قال بفمه الطاهر المبارك أبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها في بناء الرب يسوع هو اللي بيبني والكنيسة هي التي تهاجم أبواب العدو لأن العدو يريد أن يدمر ويريد أن يهلك كما يقول الكتاب المقدس عن الشيطان كان ذاك قتالا منذ البدء وأن الصارق أي الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل ثم أحبائي شيء آخر الكنيسة هي الصورة اللي رسمها له كل المجد في السماء كشعب الرب المفدي والمدعو أيضا ننتظر هذا اللقاء العجيب اللقاء المجيد معه في السماء طبعا لقاء العريس بعروسته العفيفة وهذا اللقاء يتم عندما يأتي المسيح ثانية ونحن نلتقي معه على السحاب وهذا اللقاء لقاء مجيد حيث نكون مع المسيح كل حين فأنا أدعوك اليوم أنك تصلي أن الرب يعطيك وعي صحوي استيقاظ حتى نفهم اليوم خطة العدو تدرك أهميتك أنت أو ندرك أهميتنا ككنيسة على الأرض